بينما يعتبر مراقبون أن الانسحاب الأمريكي والإسرائيلي من اليونسكو أمر إجرائيا إلى حد كبير يرى آخرون أنه يمثل ضربة للوكالة التي شاركت الولايات المتحدة في تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام طلب الانسحاب هذا تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2017 وتبيحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو واصفا حينها اليونسكو بمسرح عبث مما يمثل هجوما يعد الأول من نوعه على وكالة أممية هذا الهجوم جاء نتيجة انتقاد اليونسكو احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وتسميتها مواقع يهودية أثرية باعتبارها مواقع تراث فلسطيني إضافة إلى منحها العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011 اليونسكو تعرضت لتقليص مالي منذ أنفازت فلسطين بالعضوية الكاملة حينها توقفت إسرائيل والولايات المتحدة عن سداد واجباتهم المالية لذلك فإن انسحابهما لن يؤثر ماليا بشكل كبير على المنظمة ومنذ ذلك الحين قدر مسؤولون أن على الولايات المتحدة واجبات مالية لم تسدد قدرت بنحو 600 مليون دولار وهو ما يعتبرونه أحد الأسباب وراء قرار ترامب بالانسحاب بينما يقدر ما يتوجب على إسرائيل سداده بنحو 10 مليون دولار وتزعم إسرائيل وأمريكا أن الوكالة تنحاز لفلسطين على حساب إسرائيل وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في السابق بإصلاح جوهري في اليونسكو التي تشتهر ببرنامجها للتراث العالمي لحماية المواقع والتقاليد الثقافية العديد من الأسباب التي أوردتها الولايات المتحدة للانسحاب لم تعد قائمة بحسب مسؤولين في الوكالة فمنذ ذلك الحين تم تمرير 12 نصا حول الشرق الأوسط باليونسكو بموافقة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وإسرائيل المترجم للقناة